اهلا بكم اخواني في هذا الفيديو الجديد هذا الفيديو سنركز عليه عن لائحة المنتخب الوطني في شوتنبر ولكن اللائحة الاحتياطية لانك نعرف الان الفيفا او التعب الفيديو يسمح انك تنادي على 26 اللاعب يكون في المتظهرات المجمعة الان ها التربص شوتنبر من المحتمل تكون في مقابلة صفية والكأس افريقية امام ليبيريا في الاراضي المغربية اه باقي ما رفناش الملعبين انه ان شاء الله شلطناش ما يبقى 40 اشهر على هذه المقابلة اه وتكون مقابلة احتمال ودية اخرى اغلبية تكون مع المنتخب افريقي في ارض الوطن او لاخرج ارض الوطن ماشي مشكل كنطنقلي قريب هو ارض الوطن اذا لائحة الاحتياطية للمنتخب الوطني المغربي اللي تقدر تكون من 15 لاعبا تكون احتياط ممكن يشاركوا بعد دقائق ماشي معي معي شاركوش ولكن هذه الاغلبية يكون احتياطين هذه اللاعبين الخمسة عشر لان الحضارش الاساسيين كل شيء يعرفهم ويكونوا بعض منهم في الاحتياط ويكونوا تعرفوا على التشكيل اللي قدم خمسة عشر لاعبا يعني بدأوا باول واحد اللي هو مونير المحمدي اللي عنده 33 عام حارس البطولة السعودية حارس متمرس تكون اسباني الحراس الجيدين عند النخبة الوطنية تكون في اسبانيا والان كلعب السعودية حارس متمرس ولكن كنظن انا صراحة لا كان يجبر عرض اوروبا من الاحسن صراحة لانه باقي يقدر يحارس في البطولة اسبانيا والفرنسية بسهولة تاما صراحة لان المستوى عنده مستوى متميز مونير المحمدي صراحة كان حارس جد منتاز عادي لدعمه حارس وعير بثاف هناك المهدي بن عبيد خمسة وعشرين سعود حارس الفتح الرباطي من الحراس المتميزين في البطولة المغربية حارس كبير صراحة المهدي بن عبيد شناء الرقرقين ندع له في لائحة مارس المؤل لفاتت اخاء ما لعبوش المهدي بن عبيد حضوضه كبير انه يكون في لائحة المجرى ديونيو لانه اصلا تقنوتي بقي مصاب نحن لا نرافق في تربوس الاعدادية الويداد المقابل اللي عادت بساندوز الجنوب الافريقي تعرفنا على جوج حراس اللي قدروا يكونوا على مقاعد الاحتياط نحن نبدأ بخط الدفاع اللي هو اول واحد اللي هو جواد الياميق جواد الياميق كما نعرفه لاعب البطولة الاسبانية بطبيعة الحال قلت لاعب بطولة اسبانية لاعب بلد الوالد الاسباني لاعب بطبيعة حال تخرج من فرق اولمبيك خارج 30 سنة كان بادي الناجح صراحة في المنزل القاطر نحن نقول اللاعب اخر وهو اشرف داري اشرف داري كذلك قلب دفاع لعب بريست الفرنسي من خيرة اللاعبين المتخب الوطني كاف من اللقاء الويدية في شوتنبر المقبل واحد اهلا احادي في شوتنبر اذا ستكون واجهة خيري ان شاء الله احما شيء ضروري الشهار مهم ويكون المستوى اشرف داري صراحة حسنا مبنش بتلك المستوى الكبير في المنزل القطري باش نكونوا منطقيين مبنش بادي المستوى كبير صراحة حسنا اشرف داري اه هناك كديرك في دفاع اه 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 شاديريات الشاديرات اللاعب برسلون الاسباني اللاعب المكون هناك في اسبانيا بطبيعة الحال باقي اغلبية كيلام على الفارق الرادف الرادف ديال برشلون احيان كي طلعوا الفارق الاول ديال برشلونة والان فهذا الاسبان ممكن برشلونة تحسم الليجة او ممكن تكسعى تبقى تلاعب شاديريات بدون اي مشكلة لانه يكونوا حسموا الليجة لانه برشلونة كما نعرفوه نقاط فقط باش يحسموا الليجة هذه لامة اليهود ولديهود كلنا سقوموا بسgender بتصميرات الشاشة مناخ الشاشة التلفاز من اجل اللحظة على ميلودي سندورج في الدهب قبل الاياب كانت مع 1990 تصميرات الموضسد من عناتض الفارق متعمل اللحظة يجب السجل فارق العلود إذن العلود حتى هو في اللائحة منتخب الوطني المغربي لا مفرع من ذلك كان ضمن لائحة شتنبر المقبل هناك أيوب العمراوي لاعب نيس الفرنسي لاعب فقط لي عنده 18 عاما لاعب اللي كلاهب بطولة الفرنسية متكون فرنسي خرجوا من كأس المؤتمر الأوروبي كندل فارق نيس فارق عاتيد فارق عاتيد واحد فارق ليوم زيان كان قريب انه يمشي لي يوسف النصيري في الصيف ويصف النصيري السالة لأن الأمر ليس عجب رفض عرض ويستهام وكان يمشي نيس المهم وكان للصدفة فقط مشاركين في كأس المؤتمر الأوروبي وهناك بنية من بوشواري 21 عام لعب سنتي تيل فرنسي كان لعب القسم الثاني هذا وسط ميدان دفاعي نحن نسط الميدان بعد الدفاع نحن نخط وسط الميدان إذا هذا بنية من بوشواري ندع له الكوتش دينا وليد الجرق في التربوس دينا المرس ملعبش كينا عنده حدود كبيرة كذلك أنه يكون احتياطي في هذه المواجهات الاثني في شهر شوتامبير المقبل إن شاء الله يكون بداية الموسم في جامعة الدوريات الأغلبية الدوريات ليست جامعة هناك بلا الخنوس 18 عاما لعب بطولة برجيكية تكون برجيكية في حال وحال بنيامي بوشواري كما نعرفوه عنده 18 عاما في سنة 12 مايو كانت قرب من سنة 19 وبيلا الخنوس لا ندرس أنه يطول بطولة برجيكية بثاف لأن بلا الخنوس موهبة كبيرة بطبيعة لا ندرس أنه يبقى في الأراضي برجيكية بثاف ممكن الحلم الذي عنده أنه يلعب في الريال مادريدي تحقق أحد الأيام وكانت من ناولواتش هذا هناك عز الدين أونحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي من اللاعبين الجيدين عز الدين أونحي لعب جيد ممكن يخلي على مقاعد الإحتياط بسبب أن المقابلة ليبريا مقابلة سهلة ومقابلة الودية كذلك لأن هؤلاء اللاعبين في الأونحي ضامن المكان في كأس إفريقيا لا يحتاج أن يجربوا أو شيء في حالة اللاعبين الذين يدخلوا في الأولى الأغلبية ومضامن المكان هناك عبد الحاميد الصابري لعب صامدوريا الإيطالي ومن هناك سنبير لا يكون في صامدوريا فارق فيورنتينا لأن الصابري يعمل عقد مبدائي مع فارق فيورنتينا الإيطالي بشي لتحق في الصابري من خيرة اللاعب في كأس العالم كانوا صراحة لاعبين بودلاء ومن هناك سنبير لأنه يدخلوا بشيء من المكان ومن هناك سنبير لأنه يدخلوا بشيء ومن هناك حاكم زييش لعب تلسل الإنجليزي ومن هناك سنبير موقع هذا هو الهجوم ومن هناك سنبير فارقة أخرى إما باريسا جرمان أو أحد الفرق السعودية أو نابولي الإيطالي ومن هناك سنبير حاكم زييش من أي فارق حاكم زييش من خيرة اللاعب المتخب الوطني للعب السبع مقابلات في المنديل القطري بعد حاكم زييش يأتي أحد اللاعب أخر هو السوفيان بوفال لعب ريان القطري 29 سنة السوفيان بوفال من خيرة اللاعب النخبة الوطنية سوفيان بوفال اللاعب اللي صراحة هذا الأساسية دياله لا تناقش ولكن كما قلنا لكم في حال جياش في حال بوفال هنا حياته ضامن المكانة ديانه في كأس إفريقيا ما كانش ما كانش عند الرجرة شي سابب مقنع باش يجرب هد اللاعبين هدو اللاعبين ضامن المكانة ديانهم داخل النخبة الوطنية ما عندهم علاش يتجرب وعم شو الرؤوس في حربة هناك محمد البولديني لعب ليبانتي الإسباني من خيرات اللاعبين اللي كان عند المنتخب الوطني المغريبي صراحة محمد البولديني اللي تتكون دياله مغربية ولعب في تحط تنجا وفراجة البيضاوي بطبيعة الحال لعب جيد الآن كي لعب في ليبانتي الإسباني من خيرات غند اللاعبين اللي كانين في البطولة الإسبانية بطبيعة الحال بعد البولديني هناك كذلك رايان مايي لعب البطولة المجرية رايان مايي من اللاعب اللي يعتمد عليهم كان قبل الفترة دي الواليد الرقراجي ولكن من اللي جاء وواليد الرقراجي ما ما اعتمدش باتاتاً على رايان مايي ممكن عايت له هذه اللائحة هذه المحتملة في شوتنبير المقبل اللي بقي الاربع ديال الشهر ونشوفوها كاملتاً إذاً هاد اللاعب الخمسة عشر اللي يقدر يكون احتياطيين في اللائحة ديال شوتنبير اللي فيها الججم